طب بفندم إحنا رب نتكلم عن إجمالي بقى المصرفات نقدر نقول عليها قد إيه؟ إجمالي الاستخدامات كلها 3 تريليون لكن إجمالي المصرفات بتزيد عن 2 تريليون فيه بند أو 3 بنود بمسلوق معظم المصرفات لما نيجي نتكلم مثلا عن الأجور الأجور 400 مليار بزيادة 40 مليار عن العام الماضي طب هنيجي نسأل طب الأجور بترتفع آه بترتفع لأن فيه علوات بتاخدها الموظفين فيه تكلفة فرص عمل ودي مهمة أن الناس تعرف الموازنة الجديدة بتشمل تكلفة توفير فرص عمل جديدة عند مسابقة المعلمين مسابقة المعلمين ده هيتم تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام تنظيم الإدارة ووزارة التربية والتعليم مشغلين في المسابقة وهيعلن عنها قريبا جدا فيه تعيين 30 ألف معلم فيه تعيين أطباء يعني فيه مخصصات في الموازنة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم 30 ألف معلم وفيه تعيين 30 ألف تاني ما بين أطباء وما بين صيادلة وما بين مجالات عديدة مختلفة فده طبعا جاي في بند الأجور بند الأجور واحده 400 مليار يعني من 2 تريليون فده رقم يعني إدمالا أن الستنايف فيه 60 ألف موازنة بتكفر ليهم ونهم هيتعينوا السنة دي؟ دي تعينات مباشرة دي تعينات مباشرة بمسابقات يعني إحنا شايفين المسابقات شغلت تنظيم اللي دارة بيعني مسابقة عن مهندسين في الراي الأواف بتعلن عن مسابقة اللي الدراية بعلنت عن مسابقة وكانت شغالة فيها فيه 30 ألف معلم في سيادلة تكليف سيادلة يعني وزير التعليم العالي وقام بعمل وزير الصحة كان معنا في اجتماع في لجنة الصحة الأسبوع الماضي وتحدث عن تكليف دفع جديدة من السيادلة فيه تكليف أطباء وفيه مجالات تانية الناس بتحتاج يعني أو الجهات بتحتاج فيها عجز في الموظفين فبتعرض وبيتم الموافقة لها من مجلس الوزراء وبيتم العرض على السيدة الرئيسية مسابقات وبيتعينوا بالحد الأدنى الأجور بالزبط فيعني الأجور مثلا بند أو رقم مهم في المصرفات زي ما تكلمنا عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية رقم كبير صحيح الفوائد القروض رقم كبير الثلاث أرقام دول واحدهم بيمثلوا يعني الفوائد مع الفوائد مع الأجور مع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية دول بيمثلوا حوالي 50% من نسبة المصرفات في الموظف اشتركوا في القناة